برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب عقد المجلس جلسته الاعتيادية الثانية من دور الانعقادة العادية الثالث من الفصل التشريعي السادسة واستعرض المجلس في بند الرسائل الواردة من الحكومة بشأن المراسيم بقانون والمشاريع بقانون سبعة مراسيم بقانون و سبعة وخمسين مشروعا بقانون إلى جانب الإختارات الواردة حول الحساب الختمي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحادي وثلاثين من ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الفين وثلاثة وعشرين وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية الفين وثلاثة وعشرين والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية والتقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل كما استعرض المجلس ثلاثين مقترحا برغبة وبعدها وافق المجلس على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي أما في بند ما يستجد من أعمال فقد تم استعراض عدد من الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال بشأن تسريع صرف الرواتب التقاعدية للمتوفين ومعاملات مشتركية تأمينات المتعطلة وبشأن إيجاد وظائف عاجلة للمسرحين من عدد من الشركات في الأوينة الأخيرة وبشأن خفض رسوم تسجيل السيارات التي تجاوز عمرها الخمسة أعوام التي تحمل لوحة خليجية من ألف دينار إلى ثلاثمائة دينار على أن تكون دخلت لمملكة البحرين قبل شهر أكتوبر من العام الفين واربعة وعشرين وقرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة طبعا اليوم وصلتنا ردود الحكومة على المقترحات التي تم تقديمها في الدور وكان أهمها أن نتكلمنا فيه على التوسع في برنامج الأقوبات البديلة والسجون المفتوحة واللي من خلالها أوضحها والخطة اللي من خلالها راح يتم التوسع بشكل أكبر للمستفيدين من هذه البرامج اللي تم توجيه فيها سابقا من جلالة الملك واللي إحنا إن شاء الله راح ندعمها مع التوجيهات اللي راح يتم تعديلها في هذه الدور إن شاء الله وأيضا تم التطرق حق البيوت الألة للسقوط واللي إحنا من خلالها أيضا طالبنا الحكومة أن يتم إرجاع هذا البرنامج اللي ما كان له أهمية للحفاظ على الهوية في هذه الفرجان القديمة وطبعا كان فيه وعود إن شاء الله من الحكومة أنه راح يتم النظر في هذا الشيء في الميزانية القادمة وأيضا تم التطرق حق الازدحامات المرورية وأهمية وضع اشتراطات جديدة تحد من هذه الأزدحامات وأيضا أنه يتم تنظيم الأوقات على أساس من خلالها يتم التقليل في الشوارع هذه الأزدحامات وأيضا الحكومة وعدت أنها راح تدرس هذا الشيء اليوم ناقشنا في مجلس النواب الاقتراحات برغبة التي تم تقديمها السادة النواب في الفصل السابق كان عندنا موضوع العمالة الأجنبية اللي ما تدفع الالتزامات اللي عليها قبل الخروج من المملكة اشتركوا في القناة